بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الشيب او رؤية الشعر الابيض. هنتكلم عن اهم التفسيرات اللي متعلقة دي. كمان هنتكلم عن رؤية سواء شاف الرأي انه شعره هو اللي بقى الابيض او اللحية بتاعته اللي بقى البيضة. آآ كمان هنتكلم عن سبغ الشعر باللون الابيض. آآ برضو هنعرف آآ اهم التفسيرات اللي متعلقة آآ بيه لو شافت الرؤية دي فتاة آآ عزباء او امرأة مدزوجة او امرأة حامل او آآ رجل. آآ كمان هنعرف معنا آآ شيء للشعر الابيض ده هنعرف برضو اهم التفسيرات. اولا بشكل عام من الرؤية الشعر الابيض او الشيب في اللمنام من الرؤى اللي احيانا بتدل للأسف على آآ ديون او على آآ فكر. آآ آآ خصوصا لما نشوف اني الشعر آآ طويل وفي آآ شيب. كمان الشعر الشايب في اللمنام احيانا بتدل على زيادة في الهموم. الشعر الابيض ليه الشاب من الرؤى اللي بتدل على عودة شخص غايب او شخص آآ مسافر. كمان احيانا بيكون الشعر الابيض مسئولية ممكن يتحملها الرائي. كمان احيانا بتدل على الهيبة او الوقار. آآ كمان لما يشوف الشخص ان اللحية بتاعته هي آآ اني بقت آآ بيضة. آآ لما يشوف ان الشعر واللحية مع بعض بقوا بيد. فدي برضو هموم واحيانا بيدل على عكد او آآ فكر. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف آآ الشيب احيانا بيدل على سوق اخلاق آآ زوجها او آآ فساده. آآ آآ احيانا كمان لو كان هو آآ معروف عنه في الحقيقة انه شخص آآ ملتزم. احيانا ممكن يدل على زواجه للمرة التانية. آآ شعب الشعر الجسم كمان آآ لما يشوف الرأي ان جسمه او شعر آآ موجود في جسمه بقى لونه ابيض. فمن الرموز اللي بدل على ديون آآ مترجمة. آآ الشخص الغني او الشخص اللي بيمتلك عمل تجاري لما يشوف ان شعر جسمه بقى آآ آآ ابيض فتتعرضه لخسارة وسوق الاسف سوق في احواله المالية. آآ كمان الشخص الفقير لما يشوف ان شعر آآ جسمه بقى آآ ابيض آآ احيانا برضو بيدل على ديون او عاجزه عن آآ قضاء دين او سداد آآ دين. الشخص المريض برضو لما يشوف ان شعر جسمه بقى ابيض فدي من الرموز برضو اللي بتكون آآ سيئة. الشعر الابيض للشاب من الرؤى اللي بدل على الوقار وعلى الهيبة واحيانا على التحمل مسئولية وتحمل مسئولية كبيرة. كمان الشاب لما يشوف ان شعره بقى آآ ابيض فدي احداث واحداث يمكن آآ مفاجئة هتحصل له وهتكون الاحداث دي شوية متتالية. كمان احيانا بيدل على قصرة الهمون. لما يشوف الشاب ان اللحية بتاعده بقى الدبيضة فاحيانا بيدل على الظلم. ممكن تكون الظلم من شخص لنفوز او ليه سلطة او حتى مديره او صاحب العمل. آآ اما لما يشوف الشخص انه شعره ولحيته بقى آآ آآ بيد فدي من الرموز برضو اللي آآ بتدل على الظلم. اما رؤية اللحية فقط ان هي اللي آآ بقت بيدة فدي من علامات العز والوقار والنجاح. آآ كمان آآ شعر اللحية لما يبقى آآ 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 بشكل عام من الرؤية اللي بتدل على القوة وكمان على الجاه. الشنب برضو لما يبقى لونه آآ 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 احيانا آآ برضو من الرموز اللي بتدل على امر آآ آآ هو بينوي انه يبعد عنه ولكن بيعود عنه آآ بيعود ليه مرة تانية. آآ كمان رؤية ادالة الشعر الشايب او ندف شعر الشايب. بالنسبة للرجل احيانا بيدل على مخالفة آآ آآ للسنة. آآ آآ اما بالنسبة للمرأة آآ برضو آآ لما تشوف ان هي بتشيل او آآ بتندف شعر الشعر الابيض فدي زوال عقبات كانت بتواجهها لو فتاعة زباق وكان عندها صعوبة في الزواج فمن الرموز اللي بتدل على زوال الصعوبة دي او انتهاءها. كمان المرأة لما تشوف ان هي بتشيل الشعر الشايب فده زوال الهموم وكمان تجدد امال فامر يمكن كان ما يقوس آآ منه. آآ كمان آآ ممكن احيانا يدل على سداد ديون وقضاء آآ ديون لو كان لو كانت المرأة آآ ما ديونة. آآ كمان سبغ الشعر باللون الابيض. آآ لما يشوف الرأي انه آآ آآ بيسبغ شعره باللون الابيض احيانا بيدل على آآ آآ تسطر الناس على طعفه او آآ هو محاولة منه الاخفاء دي امالية او ديء الحال بالنسباله او طعفه آآ او بتطح آآ امر آآ لي. آآ كمان لما يشوف تشوف الفتاعة العزباء انه آآ آآ ان هي عندها آآ الشيب. آآ احيانا ممكن تدل على خلاف بينها وبين آآ لو كانت مخطوبة او كان في مشروع للارتباط. آآ احيانا شيب الشعر للفتاة العزباء احيان بدل على تأخر في آآ زواجها. آآ احيانا بدل على تحمل مسئولية كبيرة يمكن قبل الاوان. آآ المرأة المتزوجة برضو آآ ما تشوف الشيب. احيان بدل على كلام قبيح. هتسمعوا من اجارب آآ زوجها. ممكن انتقاط او سب. احيانا بدل على الهم. او آآ تحمل مسئولية. لو كانت منتظرة آآ حمل او كانت متأخرة في الحمل وشافت ان شعرها آآ او شعر زوجها آآ بقى آآ ابيض فتب شارة آآ بالانجاب. آآ كمان المرأة الحامل لما تشوف ان شعرها آآ بقى آآ ابيض فمن الرؤى اللي بتبشرها بمولود زكر. والله اعلى واعلى. كمان آآ احيان بيدل على عودة آآ شخص من السفر او آآ قدوم آآ ضيف كانت آآ منتظرون. آآ لو كان عندها آآ تعب او بتمر بازمة آآ صحية خلال فترة الحمل وشافت انها بتشيل الشعر الابيض ده فده خلاص او زوال المتاعب. ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الشعر الابيض آآ في اللمنام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا. انا شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة